بكم هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي هنأ أعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح النسخة الثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة للسفن الشراعية المحلية ستين قدم والذي نظمه النادي تحت رعاية سموه بداية من شهر يونيو الماضي بمشاركة مئة وستة سفن جاء ذلك خلال لقاء السمو ولي عهد دبي بأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سعادة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة حيث أكد سموه أن الحفاظ على الرياضات التراثية وتنميتها وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها رسالة وواجب تستدعي بدل الجهود الممكنة من أجل تحقيقها على الوجه الأكمل وأعرم اسموه عن كامل لتقديره لجهود النادي ومجلس إدارته وكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة من السباق إحياء لإرث مؤسسه المقفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد المكتوم طيب الله ثراه وتأكيدا لأهمية الاحتفاء بالموروث الثقافي والاجتماعي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة التي سعى لتأصيلها رحمه الله من خلال إطلاق هذه التظاهرة الرياضية التراثية الكبيرة حضر اللقاء اسموه الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدنية رئيس الأعلى لمجموعة طيران للإمارات واسموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضية